اشتركوا في القناة من بدأوا درسنا لليوم غادي نقوموا بتصحيح الواجب اللي كنت كلفتكم به في الحلقة الفيتاء وغادي نشوف إنجازات الحاضرات اللي معنا مزيان صحيح مزيان شوفوا خديجة مزيان 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 حبيبة صاحح مزيان حكيمة إذن غادي نصحوا الواجب على الشاشة إذن الواجب كان عبارة على ثلاث جمل فيها ثلاث فراغات وعندنا مجموعة من العبارات ومطلب منكم هو تملؤوا هذه الفراغات بما يناسبها من العبارات اللي كنا في القائمة ديالاختيارات إذن غادي نبدأوا بالجملأ الأولى ونمشيوا عند ساميرة تقرأها لنا وتعطينا شنو هي العبارة اللي غا نملؤوا بها الفراغ الأول العبارة اللي غا نملؤوا بها الفراغ الأول هي شرب الماء نعم إذن نقرأوا الجملة نقرأوا الجملة يحتاج الجسم إلى شرب الماء خلال ممارسة رياضة المشي مزيان إذن العبارة غادي نكتبواها في هذا الفراغ الأول كيف ما أعطتها لنا سميرة زيان في الفراغ الأول ونمشي إلى الجملة الثانية كذلك نقروها ونعطي للعبارة المناسبة فض لي حاكمة أرتدي الكلمة اللي غنضر في الفراغ أحذية ريادية ونقروها نعم أرتدي أحذية ريادية مناسبة عند المشي زيان إذن العبارة المناسبة هي أحذية ريادية كيف ما أعطتها لنا حاكمة ونكتبها في الفراغ الثاني تبقى لنا الجملة الأخيرة نمشي عند حسنية صد لي حسنية العبارة الثالثة هي أمراض الشيخوخة نعم نقرأ الجملة أتعود على المشي يوميا التعود حسنية التعود على المشي يوميا يقي من أمراض الشيخوخة مزيان إذن العبارة كيف ما اعتصنا حسنية هي أمراض الشيخوخة وقد نوضعها في الفراغ الأخير وبهذا نكون انتهينا من صحيح واجبنا اللي تكلفتو بيه في الحلقة الفيتة إذن بعد ما صححنا الواجب غادي نمروا نرجعوا لنص دينا باش نقرأوه ونشوفوا الفقرة الأولى تقرأها لنا حبيبة تفضلي حبيبة الرياضة الماشي نعم إذن نقرأوا الفقرة سألت يوما أبي وكان قد حفظ على صحته جيدة على صحة صحة جيدة رغم شيخوخته ما سر احتفاظك بصحة بصحة جيدة أطال الله عمرك مزيان حبيبة إذن تابهوا دائما القراءة دينا حاولوا من تصرعوش في القراءة باش تكون القراءة سليمة إذن غندوزوا الفقرة الثانية ونرجعوا عند سميرة تقرأها لنا تفضلي سميرة ابتسم أبي وقال كنا في جيرنا يا بني نفضل المشي على الأقدام ولا نأبه بطول المسافات باستمرار بدل ركوبنا الصيارات كما هو شأنكم الآن مزيان سميرة إذن نواصلوا القراءة دينا ما تبقى من النص ونشوفوا حكيمة تقرأ لنا الفقرة الأخيرة تفضلي حكيمة كنا ولازلنا ندرك فوائد المشي في تحسين نبضات القلب وحرق السقريات المتراكمة في الجسد وفي الحفاظ على الخلايا والعضلات فكن مشاء يا ولدي مزيان حكيمة إذن بعد هذه القراءة للنص سنمروا الآن لنقشوا الموضوع دينا نصنا اللي هو ريادة المشي ونطرح عليكم جموعة دي الأسئلة حول هذا الموضوع نبدأوا بأول سؤال ونقول لكم شنو هي في نظركم الفوائد ديال ريادة المشي ونشوفوا حكيمة إلا عنداش إجابة على هذا السؤال تفضلي حكيمة دعم ريادة المشي مزيانة للدغة الدموي كتحمي من مرض السقار وكنسحهم الطبيب يمشي وتمشي كل يوم مزيان حكيمة إذن هذه الفائدة اللي اعتصدنا حكيمة ديال ريادة المشي شوفوا كذلك لكينش فائدة أخرى ديال هذا الريادة ومشوا عن ساميرا تعطينا تضلي المشي كيوقم المخاطر سمنة وكيخلي وتيخلي الإنسان تحافظ على الرشقة الجسم تحافظ على الوزن ورشقة الجسم نعم مزيان ساميرا إذن بعد مما أعطتنا حكيمة وساميرا شنو هي النصائح اللي ممكن نقدموها للناس اللي ماتي مارسوش هادة الريادة إذن نعطوهم نصائح إذن عرفنا الفوائد ننصحوا الناس باش يمارسوا هادة الريادة ويستفدوا من هادة الفوائد نمشي وعند حبيبة تعطينا شي نصيحة أستاذ لي حبيبة موخاء أستاذة النصائح بحل دبا اللي ماتي مارسوش الريادة يتمشى يمشي بحل دبا لكن غدي عاشي بلاصة قريبة ما يمشيش في السيارة يخلي السيارة ويمشي على رجله وهذا حيث مزيان تتنفع نعم تتنفع المشي وتحاول تتقصحتهم زيانة ما يمشي حيث تذكر المركوب وتركف السيارة والقلاس تتسلح جاء تتسلح شوفوا كذلك كينا شي نصيحة أخرى نقدموها كذلك لهذا الناس ونشوفوا حسانية تفضلي حسانية إنسان كان غدي العمل ديالو عنده السيارة عنده السيارة خصوا شوية حطوا شوية للعمال ديالو ويتمشي هذك الدقائق يستغلهم ويتمشي فيهم ولكن هم يطلعش في الأسانسور ويطلع في الدروج وهذا شي أحسن لي صحتهم نعم زيان إذن هذه مجموعة النصائح اللي مهمة قدمناها لهذا الناس اللي ما كيمارسوش عفوا هذة الرياضة غدي نسولكم سؤال آخر شنو هي الأشياء أو الحويج اللي خصوا الناس يججانبوها أثناء ممارسة هذة الرياضة إذن وإحنا كنمارسوا هذة الرياضة شي حويج خصنا نججانبوها نشوفو حكيمة فعلا خصومي تجانبو من لك تكون شمش أكثر يا فوق الظهر خصومي غايمشي ويمشي في الصباح بكري أو لا في العشية مزيان إذن هذا أمر مهم كذلك ونشوفو ساميرا إذا عندك كذلك شي إضافة نعم خصومي يجسانبو يلبسو ملابس ديالنيل ولي تتكون مضيقة ويبتقلها ملابس ديالقتل لتتكون واسعة ومريحة مزيان ساميرا إذن هذة الأمور كل اللي نقشناها حول هذة الرياضة اللي هي رياضة المشي غادي نحول نصيغوها في جمل باللغة العربية الفصحة ونشوفو حبيبو إذا تقدر تصيغلينا هذة الكلام اللي قلناه طريقتنا الخاصة في جملة مفيدة تفضلي حبيبو تحافظ الرياضة المشي على رشاقة الجسم وتناسقه مزيان إذن رياضة مزيان إذن تحافظ الرياضة المشي كيف ما قلت حبيبو على رشاقة الجسم وتناسق دياله مزيان شوفو كذلك إلى قدرة حسنية تصيغلين جملة أخرى كذلك لخصو فيها النقاش تفضلي تخفض الرياضة المشي على نعم ضغط الدموي وتقل من تقل من مخاطر السمنة والسكري نعم تقلل تنقول تقلل مزيان مزيان إذن شوفو كذلك إلى عند حكيمة جملة أخرى كذلك لخصو فيها النقاش تضلي نعم وستدخصو من الشريطة يختاروا الملبس لغيبسه يكون مريح ويكون واسع باش يسعدوا في المنقل يمرسوا الرياضة مزيان إذن هذه النقطة اللي قتلنا حكيما نقدرون نصيغوها نقول يفضل ارتداء ملابس مريحة وواسعة أثناء ممارسة رياضة المشي وهذا الجمل اللي اعطيتها مجتمعة سوف نشوفها على الشاشة تظهر أمامنا اللي هي لخصنا بها عفوا النقاش ديالنا ونشوفو سميرة تقرأها لنا تدلي سميرة تحافظ رياضة المشي على رشاقة الجسم وتناسقه تحافظ رياضة تخفظ سميرة تخفظ رياضة المشي الضغط الدموية وتقلل من مخاطر السمن والسكري يفضل ارتداء ملابس مريحة وواسعة أثناء ممارسة رياضة المشي ماذا زيان سميرة إذن بعد ما لاقشنا موضوع رياضة المشي غدي نمروا الآن باش نتعرفوا كيف مشرنا لف بداية الحلقة على واحد القاعدة لغوية جديدة إذن غدي نطلب منكم تنتابهوا معايا الشاشة غدي ظهروا أمامنا مجموعة ديال الحروف إذن غنشوفوها على الشاشة شكون تقرأ لي هاد الحروف نرجو عند حبيبة قرأ لنا هاد الحروف ألف ووا ياء مزيان حبيبة هاد الحروف سبق لنا تعرفنا عليها شو كنسميوها حسنية حروف المد نعم حروف المد مزيان نتابهوا معايا كذلك غدي ظهر وحد الكلمة أيضا نشوفوها على الشاشة وتقرأها لنا حكيمة تفضلي حكيمة جلسة نعم هاد الكلمة اللي قرأتها لنا حكيمة غدي نسوه لكم شو من نوع دير هاد الكلمة سميرة جلسة فعل نعم هي فعل إذن أعطتنا سميرة أن هاد الكلمة هي فعل إذن عندنا جلسة هو فعل ما فيش هاد الحروف دي العلة تنسميوها حروف العلة يعني ما فيش لألف ولا و ولا ي إذن هاد الفعل تنسميوه فعل صحيح أرددوا معي فعل صحيح فعل صحيح مازين إذن غدي نشوفو كذلك أفعال غدي تظهر معنا على الشاشة باش نتعرفو كذلك على القاعدة اللي غدي ندرسو اليوم وتقرأ لنا حسنية هاد الأفعال تفضلي حسنية كتب أخذ مد مازين إذن الفعل الأول حكيمة اللي هو كتب هاد الفعل شنو النوع دياله أو شنو كنسميوه فعل فعل صحيح مازين إذن إلا لحظة عندنا كتب هاد الفعل الحروف الأصلية دياله ما فيهاش لا حرف من حروف العلة ولا همزة ولا تضعيف إذن هذا تسميوه فعل صحيح سالم بمعنى الحروف الأصلية دياله سالمة من الهمزة ومن المد ومن تضعيف إذن كتب هو فعل صحيح سالم إذن كيف ما ظهرت أمامنا على الشاشة إذن النوع دياله أنه فعل صحيح وسالم من الحروف ديال المد ولا العلة ومن الهمز ومن تضعيف نشوفوا الفعل الثاني ونرجوه عند ساميرة تقرأ لنا تفضلي ساميرة أخذ نعم أخذ اللي قرأت لنا ساميرة باش مبدو هاد الفعل حكيمة الفعل المهموز لا هو باش مبدي البداية بألف بألفو الهمزة نعم بهمزة إذن مبدي أو للبداية دياله هي همزة إذن عندي الفعل إذا كان في البداية دياله همزة أو إلا في الوسط أو في الآخر تنسميه فعل صحيح مهموز يعني فيه همزة إذن هذا هنا هاد المثال اللي عندي أخذ هو فعل صحيح مهموز يعني فيه همز وكيفما شفتوها على الشاشة يبقى لنا الفعل الأخير ونرجو عند حسنية قرأ لنا هذا الفعل مدة نعم مدة نشوفو حكيمة هذا الحركة الأخيرة اللي في الحرف الأخير في هذا الفعل شنو هي؟ شدة مزيان إذن هذا الفعل عنده شدة في الآخر دياله هذا الفعل تنسميه فعل صحيح مضعف بمعنى عنده شدة والشدة تتكون فش تكونوا زوج ديال الحرف بحال بحال تندغموهم أو لا تندمجوهم وكنديروا الحركة ديال شدة إذن هنا تكون عندي زوج ديال الحرف متشابهين تكونوا تدغموه وتعوضوا بشدة إذن مدة الأصل دياله هي مددة فبتالي اضغمنا الحرفين معا وقريناها مدة إذن هذا فعل صحيح مضعف إذن هذه القاعدة اللغوية اللي سنتعرفوا عليها أو لا تعرفنا عليها اليوم اللي هي أنواع ديال الفعل إذن لدينا فعل صحيح سالم بمعنى حروفه الأصلية خالية من حروف العلة أو للهمزة أو للتضعيف والفعل الصحيح المهموز هو اللي تكون الهمزة يأما في البداية أو لا في الوسط أو لا في الآخر دياله والفعل المضعف هو اللي تكون مشدد يعني عنده الشدة أو للتضعيف لاحظوا معي هذه الأمثلة اللي غادي تظهر أمامكم على الشاشة إذن غادي نقرأوا هذه الأفعال ونشوفوا شنو هو النوع ديالها إذن نرجعوا عند حكيمة تقرأ لنا الفعل الأول سامعة نعم سامعة اللي قرأت لنا حكيمة ساميرة في نظرك وشنو هو النوع ديالها الفعل النوع ديالها الفعل هي فعل صحيح سالم نعم إذن هو كيف معطتنا ساميرة هو صحيح وسالم بمعنى حروفه الأصلية ما فيهاش لا حرف من حروف العلة ولا همز ولا تضعيف إذن هو فعل صحيح سالم إذن سامعة كيف معطتنا ساميرة فعل صحيح سالم مزيد إذن نرجعوا للفعل الثاني وتقرأ لنا حبيبة تضلي حبيبة سألة نعم سألة حسنية في نظرك هذ الفعل شلو غا نسميه فعل صحيح مهموز نعم إذن أعطتنا حسنية تسمية دياله الفعل مهموز فعل صحيح مهموز علاش لأن عندي الهمزة في وسط الفعل إذن وغا نسميه فعل صحيح مهموز ويبقى لنا الفعل الأخير ونرجعوا عند حكيمة تقرأ لنا تضلي حكيمة عدّة نعم عدّة عندي عدّة ساميرة شنو غا نسميه هذ الفعل؟ نسميه الفعل فعل صحيح مضعف نعم إذن مضعف على شكل ساميرة مضعف لأن عندي الشدة في الحركة أو في الحرف الأخير اللي في الفعل والأصل دياله هو عدّة كما شفتوا إذن سميناه فعل صحيح مضعف إذن هذ القاعدة اللغوية اللي تعرفنا عليها في حصتنا اليوم غا نحاول نلخصها من خلال قاعدة غا تظهر أمامنا على الشاشة نلخص فيها ما قلناه وتقرأ لنا القاعدة حكيمة تفضلي حكيمة الفعل الصحيح هو كل فعل مخلو تخلو حروفه الأصلية من أحرف العلة وهي الأليف ألواء ألواء ما تسرعيش يا حكيمة وهي الأليف ألواء الواو الواو ألياء وينقسم إلى ثلاثة أنواع الصحيح السليم الصحيح السالم الصحيح السالم مثل حضر كتب سمع الصحيح المهموز مثل أخذ سأل ملأ الصحيح المضاعف مثل مد عد سد مازيان إذن هاد القاعدة اللي قرأتها لنا حكيمة هي اللي لخصت لنا هاد القاعدة اللغوية اللي تعرفنا عليها في هاد الحصة ديال اليوم وباش نزيدو نتعرفو أكثر ونرسخو هاد القاعدة في الأدهان ديالنا غادي نكلفكم بواحد الواجيب منزيلي اللي غادي توجدوه في نهاية الحلقة السعودة وربعين في الكتاب المقرر اللي بني بديكم ونشوفو واجبنا على الشاشة إذن واجب هو عبارة على جدول في خانة خاصة بالأفعال وكان خانة أخرى خاصة بالأنواع دياله إذن عندي في الخانة الأولى صحيح سالم صحيح مهموز صحيح أيضا مهموز وفي الأخير عندي صحيح مضاعف مطلب منكم في هذا الواجيب هو توجدو الأفعال المناسبة لكل نوع من هذا الأنواع لمستطرة في الخانة الثانية وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله غادي نقومو بتصحيح دياله وبهذا أخواتي إخواني تكون حستنا لمادة القراءة أو الكتابة وصلت النهايتها نخليكم الآن مع مادة القرآن الكريم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته